السلام عليكم. الخود في فيديو جديد. هذه هي حالة مدرجة فيديو في موضوع القرعة الأمريكية أو الهجرة الأمريكية في صفحة عامة. الظروف والشغل مهم. اليوم سأتكلم عن القرعة والهجرة وكيف جارية الأمور ونقدم لكم معلومات من خلال التجربة بالطبع. القرعة الأمريكية في هذه السنة إن شاء الله سأتكلم النتائج نتاحها. 12 سنحسبه. 1 زوج 3 4 5. في شهر خمسة قدنا خمسة شهور لكي يعلون النتائج. إذا حسبنا شهر 12 ستكون 6 شهور. إذن في شهر خمسة سأتكلم نتائج في الأسبوع الأول. إن شاء الله في شهر ربعة أو آخر شهر ربعة سأتكلم الفيديو ونرى جميع كيف نعرف النتيجة ما نجحنا أو ما نجحنا. المهم. الفيديو نحاول بخلاصة كيف ملحظة ما نطولش. سنقدم المعلومات أو نصائح للناس اللي غادي يمشيوا إلى أمريكا الأول مرة اللي غادي ينشيحوا. اللي بغيت نقول لهم مبروك عليكم أولا النجاح والقبول وإن شاء الله تحقوا هاد الأهداف اللي راكو باغينها إن شاء الله ومنسوش العائلة منسوهاش ديما. من نمشيوا ديما يكونوا في بالنا اللي ها راحنا غادي نتغربوا. بعد الناس كيمشيوا بكينسوا العائلة ديالهم بكينسوا الدكو الناس اللي وقفوا معهم نحن نمشي بحالهم نحن نمشيوا نخدموا اللي رسالنا ونخدموا إلى الأهل لدينا هذا هو كيف ما نقول سبب الغربة أنتعنا على بركة الله الناس اللي غادي يتمشي إلى أمريكا أول حاجة نصحها وكنا نعاود نكررها الدراسة الدراسة. ما نقول لكم وروح وقرأ محامات ولا قرأ الطيب ولا الهندازة ولا أي حاجة قرأ اللغة الإنجليزية كي تتعلم اللغة الإنجليزية ثم أنت غايتعرف المستوى غايتعرف واش تقدر تدخل للجميعات قراءة أو ما تقدرش كي تتعلم اللغة غادي يفتح لك بزاف المجالات بزاف الوظائف غادي أمريكا غادي تبالك بوحد صورة أول سنة غادي يجيك أمريكا صعبة غادي يجيك أمريكا صعبة غادي يجيك أمريكا غادي يجيك أمريكا ولكن إن فاتح ترجع الاجتماع ما خاصكش تولي اللور وتفكر في المغرب ترجع له متابقنا الخود أول حاجة اللغة الإنجليزية خاصك تدير واحد البرنامج تعال وقت باش تخدم وتقرأ إلا ختمت الصباح خاصك تقرأ العشية والعكس إلا قريت العشية خاصك تخدم الصباح أول إلا قرينا ودخلنا المدرسة متاع اللغة الإنجلي غادي نساو الفكرة متاع نخدمه ونحصله ونجمعه الفلوس لأنها صعيبة بزاف باش تقرأ ونجمع الفلوس ولكن تقرأ العشية بعد سنة سنتين يفتحون لك بزاف الأبواب وديك السنة اللي ضيعتها ماشي ضيعتها ولكن بدرت شوية الروطار ولكن هذا الروطار في الصالح كذلك كنصح الناس اللي غادي يمشيوا جدا واحد الحاجة حاولوا تخدموا أي خدمة أي خدمة لأنا غادي نقرأ العشية ما خدش تركزو على الفلوس ما تحتاج الانجلي هادو الناس اللي ما يعرفوش اللغة كاين وضائف كثيرة ما تطلبش اللغة مثلا على سبيل المثال نعطيكم اللي كيغسل الصحون او ديش واشر هادو الخدمان تعوه الاواني ينضفهم ويحطهم هادي مزيانة بزاف اللي ما يعرفش اللغة وكبداية كبداية كبداية يعني ما تطولش فيها إنفوا تبدي تتعلم تبدي تقرأ العشية تعلم وطعف كي تدخل وتخرج صافي بدل الخدمة شوف ما حسن أن هذه الخدمات مزيانة فقط للناس الجداد ولي ما يعرفوش اللغة ماشي انتع الدوام ما غالي تبقى فيها ثلاث سنين، اربع سنين، اخمس سنين اراك إلا ولفت الخدمة ميدي كان اراك صعيب بزاف تخرج منها حاولوا ما تربيوش الكبداء على الخدمة تشوف الخدمة مصال حالكش مع السلامة كان بزاف الخدمة وعاود تاكين اللي كاي بدل الخدمة بزاف 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 ماشي مزيانة حاول تركز على واحد الخدمة وحاول تبغيها باش تطول فيها اذا خدمة ما تطلبش لانجلي بديو بها ولكن ما نطولوش فيها كاي بزاف الخدمة في امريكا كاي بزاف الابواب ان شاء الله غادي تعرفوا بزاف كيدروا تدخلوا تخرجوا غادي اكتشفوا بزاف صوالح التواحد ما غادي قد يقول لكم هات صوالح ولكن تبغي ذلك اللي غادي كيتمشي الامريكا غادي تكتشفها تكتشف بزاف صوالح ربا ما تلقاشي خدمة التواحد ما خدامها في امريكا وعمرك ما سمعتش واحد خدامها كاي بزاف كاي بزاف خدامي عندك صناعة في المغرب غادي تقدر تستعملها في امريكا وتخدم بزيان نعرف ناس ممشاوا صناعية خدموا بحال هاكا تشوها شرف اللوول كيحفظوا وعرفوا السيستام وعرفوا البلاد كدائرة ندامجوا في ديك الصناعة نعرف بناتريان نعرف الناس في البني دخلوا للمجال الخدمة نتاحهم وداروا فلوس ورام عايشين الحمد لله ميكانيك في المغرب خدموا يغسلوا الوطا خدموا في الرستورات ولكن مطولوش فيها غشفوا راسهم يقدوا يندمجوا مع المجتمع المعصف يدبوا على ريصانهم كما عندهم حل محل ميكانيك نعرف ناس الخدح عندهم محل ميكانيك كل شيء ساهل في أمريكا ما هي؟ خاصة كما نقوله الكوراش وخاصة تزعب هذا الشيء المطلوب والتواحد ما يخوفكم يقولكم له أمريكا صعيبة وما تقدش تمشي بعيد وفيها الضريبة ولكن ما ننسوش لأنه كائن الخدامي كائن كائن تمشي وتوسع وتدر لها كائن كائن لا يوجد بلدنا لا يوجد بلدنا فهذه البلاد الحمد لله سوف نأكل فيها الخبزة وسوف نوكل الخبزة ونقصب الناس العائلة اللغة والأي خدمة في البداية هذا الشيء اللي نأكد عليه في هذا الفيديو وكيف ما العادة ما نبغيش نطول على الخوت ما نبغيش نقول لكم شي صوالح ما نبغيش نطيح لكم معنويات وما شده الهدف متاعنا هو نشجع ونديلكم واحد الأمال ونديلكم الكوراش هذا الشيء اللي كائن يلا هالخوت إن شاء الله نتلقا في فيديو جديد موضوع آخر إن شاء الله وما تنسوش الاشتراك في القناة مع هديش حال ما درجش فيديو مع الخدمة كيف موقت لكم وإن شاء الله من القدام نقوم ندروا لي فيديو يلا الله مع السلامة وفي آمان الله وإلا نسيت شي حاجة الفيديو آخر الفيديو جديد سنضيفها يلا ما تنسوش الاشتراك باش نقددوا الدعم باش نحن يا عودتاكين نزيدو في الفيديو وفي المعلومات يلا بالتوفيق ومبرك عليكم النجاح